لكل الأحوال طبع ليش عم بحكات الحكية مشان تمارين تاسع تمارين تاسع عم بيقلك أوجد قيمة أربعة إكس زائد ي على أربعة ي من أجل مينموم آ وليس مينموم آ من أجل أربعة إكس زائد ي على أربعة ي في كل الأحوال آ تساوي 200x ناقص ثلاث ي أوجد مينموم آ من اجل 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 اوجد اربع اكس زائد ي على اربع طبعا هذا المقتر الجميل اللي هو طالبه مني بنكتب ربع اكس على اربع اي يعني بنكتب اكس على ي و يي يي على اربع يي بنكتب واحد عالى اربع يعني اوجد هزا المقدر طيب مينيموم ا نعم يبتعني بمعنا اخر اصغر قيمة للقيمة المطلقة شو هي الصفر يعني اعني اثنين اكس ناقص تلاتي يي تساوي الصفر يعني اثنين اكس تساوي تلاتي يي قلي Lux alla Yي تساوي تلاتي عى اثنين طيب طائر نعود هون x على يي يعني تلاتي ع تنين زائد واحد عى اربع او بمعنى اخر 6 على 4 زائد 1 على 4 أو بمعنى آخر 7 على 4 7 على 4 إذن هو أي اللي أحسب أحسب 4x زائد y على 4 y بمعنى آخر أحسب x على y زائد 1 على 4 عندما أو من أجل أصغر قيم لا أو minimum a أنا أقول له minimum a هي الصفر بما أنه minimum a هي الصفر فx على y تساوي 3 على 2 عوضت وحث المقامات وجمع السؤال بعده السؤال العاشي عم بيقل 2x بالقيمة المطلقة مائس x نائس 1 بالقيمة المطلقة تساوي 2 أوجد مجموع x هلأ هون في عندك القيمة المطلقة طبعا لح تحدد إشارتها مشان تشيل قيمة المطلقة مشكلتها أنه مرة تنعدم عند الصفر ومرة تنعدم عند الواحد فأنا شو راح أعمل هون راح نقول هاي 2x بالقيمة المطلقة للطرف الثاني هو راح يعني حاول أحمل عملية أجميلية هون شو راح أقول راح أقول x نائس 1 تساوي 2x بالقيمة المطلقة نائس 2 يعني نقلت هاي لهون صارت موجبي ونقلت هاي لهون صارت ساوي هلأ بديشيل قيمة المطلقة عن هذا المقدار الجميل فأقول x نائس 1 تساوي 2x بالقيمة المطلقة نائس 2 أو x نائس 1 تساوي او اكس نائس واحد تساوي نائس اثنين اكس بالقيم المطلقة زائد اثنين يعني اكس نائس واحد بالقيم مطلقا شلت القيم مطلقة بس لحتى شيله مره بخلي هذا المقدار موجب يعني بظل متل من هو ومره بخليه سالب يعني بغير اشارات المقادير هلأ لسه انا في عندي احتمالات انه هاي الاكس تكون مره موجبي ومره سالبي فراح ناقش هاي الاحتمالات الاحتمال الاول هون نسمي واحد ان تكون اكس نائس واحد تساوي اثنين اكس نائس اثنين او اكس نائس واحد تساوي نائس اثنين اكس نائس اثنين بمعنى اخر هون نقلت هاي الاكس لهون صار عندي اكس تساوي نقلت هاي نائس اثنين لهون صار اكس تساوي الواحد اكس تساوي الواحد هاي اول مقدار هلأ من هون نقلت هاي لهون صار عندي ثلاثة اكس تساوي نائس واحد وبالتالي اكس تساوي واحد على ثلاثة هذا المخضر للاخر طبعا انت هون دائما لازم تتأكد هل حلك صحيح او حلك خاطئ بالقيمة المطلقة اللي بعده هون اكس نائس واحد تساوي هل راح اخد اكس هاي الاكس الموجودة هون مرة موجبة ومرة سالبة اذا اخدت موجبة راح يكون عندي ناقص 2 اكس زائد 2 وزا اخدت سالبة راح يكون عندي 2 اكس زائد 2 اربع قيم صحيح هلا نقلت هاي لهون صار عندي ثلاثة اكس بتساوي ثلاثة بمعنى اخر اكس تساوي الواحد هون في عندي لو نقلت هاي لهون في عندي اكس تساوي ناقص ثلاثة صحيح هلا هدول قيم الاربعة اللي طلعوا لأكس في منهم شيء مرفوع نبدأ انا وياكن بالتعويض هاي القيمة مكررة فهي محزوفة اكيد الواحد على الثلاثة الواحد على الثلاثة عند التعويض راح يعطيني هون واحد على الثلاثة بالقيمة المطلقة يعني واحد على الثلاثة ضرب اثنين يعني اثنين على الثلاثة واحد على الثلاثة ناقص واحد يعني ناقص ثنين على الثلاثة بالقيمة المطلقة يعني الثنين على الثلاثة بمعنى اخرى ربعة ثلاثة المعادلة غير محققة هو بالتالي هادا ايضا مرفوض هادول الثنين واحد ثنين هون في عندي هاد راح يطلع صفر يعني ثنين ناقص صفر ثنين صحيح وناقص ثلاثة يعني هون في عندي ناقص ثنين صحيح هون في عندي ناقص صارت هون في عندي ناقص ثنين بقيمة مطلقة ثنين هون في عندي ثلاثة صار عندي ثنين ناقص أربعة شو بتعطيني بتعطيني ثنين وبالتالي هادا ايضا مقبول هلا هادهم مجموعهم مع بعض شو بيعطيني بيعطيني ناقص ثنين هلا المهم بجوز المهم بهذا التمرين هو القيمة المكررة هل انا هي القيمة المكررة اه لازم اجمعهم يعني لازم اجمع القيمتين يعني لازم اجمع واحد مع واحد لا لان القيمة تكررت يعني انا هون عندي جوابين فقط اني هدو الاثنين. حادي عندي السؤال مشوهنات التمرين. التمرين الاخر اللي بعده. اكس بالقيمة المطلقة زائد. ناقص اكس بالقيمة المطلقة. ناقص. اثنين اكس بالقيمة المطلقة مساوئة اوجد مجموعة. هلا هون شوف اول من طلعت هيك على التمرين. الحلو بهدول القيمة مطلقة ثلاثة انه بنعد معد نفس المقدار يلي هو صفر. اه فاجت المساعدة فورا عم بيقول لي اكس اصغر من الصفر. ليش هذا التمرين سهل اسهم اللي قبله لانه محدد واضح جدا. اكس اصغر من الصفر. وهدول الثلاث قيمة مطلقة بنعد معد نفس المكان. اللي هو صفر. فبيجي بقول ما داخل القيمة المطلقة في هذا المقدار سالب ولا موجب سالب وبالتالي بدال ما تكون اكس بالقيمة مطلقة بظلمة من هي اكس شو بتصيب بتصيب ناقص اكس. عشان تكون النتيجة النهائية موجبة لانه قيمة مطلقة. ناقص اكس ناقص اكس ابل قيمة مطلقة ناقص اكس يعني مداخل قيمة مطلقة باعتبار اكس سالب فهو راح يكون موجب يعني بظل متل من هو. هلا. هزا المقدار مقدار سالب لانه سالب ضرب اثنين راح يضل سالب بكل الاحوال لانه مقدار سالب فلازم ينعكس لازم يصير ناقص اثنين اكس تمام بس في ناقص هون وصار عندي زائد اثنين اكس. هلا ذو كلهم مجموع اما بعض شو بيعطيني? يعطيني صفر. وبالتالي هو شو طالب مني طالب مني? طالب مني مجموع ا. وبالتالي مجموع ا هو صفر. يعني طلع عندي قيمة واحدة اصلا لا ا هي الصفر. حدي عنده سؤال. لا تنسى لا تنسى. دائما. ازا كان عندك مقدار داخل قيمة مطلقة سالب. وكان هون في سالب راح تلع النتيجة نهي موجبين. تبه. يعني ذو بروحوا مع بعض. تمام? لا تنسى. سؤال اتناعش. عم بللك ا اصغر من الصفر. اصغر من ب. ا بالقيمة المطلقة. اصغر من ب بالقيمة المطلقة. فاوجد مائس ا. مائس بي بالقيمة المطلقة. يساوي. ب زائد ا. لا عفوا هون مائس. انا ما واضح. هون مائس. يساوي. بهذا الشكل الجميل. هلا خلينا نناقش الفكرة التالية. شو معنات ا بالقيمة المطلقة اصغر من من بي بالقيمة المطلقة. بمعنى ااخر. من المسافة بين ا والصفر. اصغر من مسافة بين بي والصفر. تمام? معت راح ااخد هون انا راح اخد. ااخد عدد افتراضي هون ناقص واحد. وهون شو بيكون اتنين. ما بصير ااخد ا ناقص تنين و بي واحد. لانه بين بالحال هي ب بلقي مطلقة اصغر من A بلقي مطلقة لا انا بدي A بلقي مطلقة تكون اصغر من B بلقي مطلقة ناقص واحد بلقي مطلقة واحد وB بلقي مطلقة اثنين فخياري صحيح اختيارات اللي انا اخترتها صحيحة هلأ نجي لهم ناقص A يعني واحد ناقص B يعني ناقص اثنين واحد ناقص اثنين ناقص واحد اذا هذا المقدار هذا المقدار هو مقدار سليم هلأ B زائد A يعني اثنين نائس واحد هذا المقدار هو مقدار موجب لانه هذا المقدار سالب فالاشارات الموجودة داخل القيم مطلقة راح تنعكس ولانه هذا المقدار موجب فالاشارات ما راح تنعكس راح تظلمت من هي بس في نائس وبتالي راح تصير نائس ب نائس ا وبتالي جوابه ايضا يساوي يساوي الصفر هذا التمرين هو التمرين رقم اثناش انتلع التمرين البعده التمرين رقم تلتعاش هادي عند سؤال رقم تلتعاش اكس مربع نائس اربعة اكس بالقيمة المطلقة نائس اثناش يساوي الصفر نعمل لك اوجد مجموعة الحلول اوكي بهذا النوع من التمرين انت راح تطلع هيك وانتنعدي من قيم مطلقة تنعدي من عند الصفر طيب تجي بتسأل حالك سؤال عند الصفر هل هو عاطيني معلومة تحدد لي انه هو بده يعني اشتغل باكبر من الصفر او ازغر من الصفر لا وبالتالي بدي ناقش الفكرتين وقت تكون اكس اكبر من الصفر وقت تكون اكس ازغر من الصفر ونصيحة هدول خليون ببالك ليش لانه ازا طلع معك اجابات هون ازا طلع معك اجابات اصغر من الصفر راح ترفضه وهون ازا طلع معك اجابات اكبر من الصفر راح ترفضه واحد الامثل يحلينا هون سابقا ما بصير انا اخد جواب هون انا عم حل طلعت معي اكس ناقص 2 مرفوض ليش مرفوض لانه انا عمقول اكس اكبر من الصفر فاشلون بيطلع معي الجواب سالب فبرفض الجواب اوكي اكس اكبر من الصفر يعني هذا المقدار موجب وبالتالي شو صير معي صير معي اكس مربع ناقص 4 اكس ناقص 12 تساوي الصفر عددين جداؤن ناقص 12 ومجموعن ناقص 4 مين هنه سالب 6 و 2 شو اتنين اي يلا 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 نص سعي خلص درسكي الباب سكي الباب اي وعددين جداؤن ناقص 12 ومجموعن ناقص 4 هنه اكس ناقص 6 و اكس زائل 2 صحيح طبعا امتي حمرك متر تكتب هاي التفاصيل المهم طلع معي الجوابين اكس تساوي الستة و اكس شو تساوي ناقص 2 هلا لاحص رمعك جوابين بس انا برجع بذكرك انت ااين لي انه اكس اكبر من الصفر اه معناته هذا مرفوض هلا اكس مربع هلا اكس اصغر من الصفر يعني هذا المقدار سالب لانه سالب تشيل قيمة مطلقة فبتتعكس اشارته بصير ناقص اكس وفي عندك ناقص 4 شو بصير بصير زائد 4 اكس ناقص 12 ساوي الصفر ايضا هون نفس الاعداد ما كتير تباحد تساوي الصفر صحيح راح يطلع معي هون جوابين اكس ناقص 6 راح يطلع معي اكس تساوي اثنين طبعا على اعتبار انا عم خبرك انه اكس اصغر من الصفر فهذا الجواب مقبول بس هذا الجواب مرفوض لانه اكس انا عمل لك انه اكس اصغر من الصفر هو شو طالب منك انا نسيت اكتب شو طالب مني اه طالب مني مجموعة الحلول مجموعة الحلول هي 6 وناقص 6 وبالتالي جواب يكون اه لو طالب منك مجموعة الحلول فبتقولي مجموعة الحلول صفر 6 وناقص 6 لا تنسى هاي الفكرة لا تنسى اذا طالب معك اجوبة لا تنسى تتأكد من الشرط اللي انت حطيته قبل ما تحل التمرين انه اكس اكوى من الصفر واكس اصغر من الصفر هادي عنده سؤال لا تمرين البعده تمنين اربعة عشر عم بيقلك ثلاثة اتنين اكس زائد ثلاثة اصغر من اتنين اكس زائد واحد القيمة المطلقة اصغر من اداعش اوجد مجموع اكس خلينا نتذكر انا وياكن قاعدة اخدناها اذا كان عندك اكس بالقيمة المطلقة اكبر من ا اصغر من بي شوف شو بتعمل بتقول انا امام احتمالين الاحتمال الاول ان تكون اكس اكبر من ا اصغر من بي والاحتمال الثاني ان تكون اكس اكبر من ناقص بي واصغر من ناقص ا لا تنسى انت اذا كان عندك اكس بالقيمة المطلقة اكبر من ا واصغر من بي فيا بتظلمت من هي اذا كانت المقادر كلها موجبة ولكن اذا صارت سالبي بتغير مكانهم او بتتغير جهة المتراجحة خلينا نقول وبتصير اكس اكبر من ناقص بي واصغر من ناقص اه بمعنى اخر اتنين اكس زائد ثلاثة اكبر من ثلاثة واصغر من ادعش وبالتالي اتنين اكس راح ضيف ناقص واحد راح تصير هون اتنين راح تصير هون عشرة وبالتالي اكس اكبر من واحد واصغر من خمسة او راح يكون عندي اتنين اكس زائد واحد اكبر من ناقص ادعش وهم حط ناقص ثلاثة تمام هلأ بضيف ناقص واحد لكل الاطراف فبصيل عندي اتنين اكس وهو بصيل عندي ناقص اربعة وبالتالي بصيل عندي اكس اكبر من ناقص ستة واصغر من ناقص نين هلأ هو طالب مني مجموع اكس بالاصل ما بحف مستشوف التميين اذا هو كاتب انه اكس عدد صحيح او لا اذا ما كان كاتب انه مشكلة ايو اكس عدد صحيح اكس محصور بين الواحد والخمسة يعني القيم تبعه هي اتنين والثلاثة والاربعة واكس عدد صحيح محصور بين الناقص ستة والناقص اتنين يعني هو ناقص خمسة وناقص اربعة وناقص ثلاثة هلأ بيروحوا هدول مع بعض لاني نبدأ اجمع بيروحوا هدول مع بعض وظل عندي اتنين وناقص خمسة شو بيعطيني بيعطيني ناقص ثلاثة وبالتالي هون كتب جوابي ناقص ثلاثة مجموع مع بعض حدي عنده سؤال لا حلو تبكينه ما في هنا ااا لا ما بعرفين فيه لا في في شهد في اسيد في اوميغا ما بعرف من هو في ملك في مأمول ما بعرف شو اسمه في هديل ودألة فيه في انت هون لحالك يعني آه شكرت لحالك تماما يا رابط صار رعا ترابطينين ها طيب بكل لحوة ااا السؤال الخمسة عاش السؤال الخمسة عاش ااا ازا يجب الامتحان فهو بيكون فخ ما اكثر يعني ليش؟ لان انا اتفقت انا وياكم وبرجع بذكركم مرة ثانى وبرجع بذكركم يا جماعة خيمي مطلقة لا يجوز ان تساوي الصفر يعني ان شاء الله يحطوا لي هون شو منكان ايدي X مربع ناقص 4X زاد 4 بالقيم مطلقة اصغر من الصفر مافي وبالتالي هون شو بحط الجواب بحط الجواب ولكن ولكن لو تغير التمرين وصار هيك X مربع ناقص 4X زاد 4 اصغر او يساوي الصفر فهون بصير عندي X مربع ناقص 4X زاد 4 بالقيم مطلقة تساوي الصفر ويبدأ بحل معادلة من الدرجة التانية في فرق بيناته اتفقنا فهون بكل الأحوال بس نشفت X بالقيمة المطلقة او مقدار بالقيمة المطلقة اصغر من الصفر فإنه لا إنه ما بصير تكون اصغر من الصفر اما اصغر او تساوي ممكن وبهالحالة هيت تساوي الصفر اخر تمرين جميل بهاي الصفحة الراقية 816 X ناقص 1 بالقيمة مطلقة اصغر من 5 وعن هو طالب مني X مربع محصورة بين مينوين من هذا التمرين أحد التمرين نحن أخدناهن أخدناهن كتير أول شي X ناقص 1 بالقيمة مطلقة اصغر من 5 فأقول X ناقص 1 أكبر من ناقص 5 وأصغر من 5 بمعنى آخر لو ضفت واحد لكل الأطراف بصير معي هون ناقص 4 وبصير معي هون 6 للتذكير للتذكير إذا كان عندك X محصورة بين طرفين مختلفين لإشارة سالب وموجب وقت التربيع وقت التربيع دائما هذا الطرف رح يكون صفر بعدين بعد ما تعمل هذا الطرف صفر تربع هذا المقدار 16 وتربع هذا المقدار 36 وبتاخد الكبير فيه هذا الكلام فقط وتكون عم تعامل معه متراجحة طرفيها مختلفين إشارة ولكن لو كان عندك الطرفين نفس الإشارة فالكلام بيختلف وإذا بذكركم فيهم إذا كان عندي X أكبر من ناقص 10 وأصغر من ناقص 2 عند التربيع عند التربيع رح تكون X مربع للعش ناقص 10 مية فX مربع أصغر من مية وأكبر من أربعة إذا ما تكون في عندي عدد تكون طرفين متراجحة أعداد سالبة كل يلي بصير أني بغير جهة المتراجحة بتصير أكبر من ناقص 4 وأصغر من مية وإذا كان موجب بالضل مثل من هي ولكن إذا كان سالب بموجب فالطرف اليسار بصير صفر والطرف اليمين بصير أكبر القيمتين هيك بنكون خلصنا الصفحة بناخد استراحة 14 دقيقة يعني للساعة 7 تماما منذ ما أخبركم عن مجموعة الساعة 7 تماما إذا أراد فأكون موجود معكم بالدرس إن شاء الله يلا السلام عليكم